في فم لارا نمى وحش وحش يقدم وينضغ اسمه التسوس ويتغذى على الحلوى والكعك والخبز لم تكن تعرف انه موجود حتى ان الالم في اسنانها اخبرها بوجوده نظرت في المرآه وشاهدت الوحش يتربص في الداخل كانت اسنان التسوس حدة مثل السككين وعلمت لارا انها يجب ان تنجو من هجمات الوحش على اسنانها ولا يمكن ان يسبب المزيد من الاذب امسكت فرشات اسنانها بقوة واسرار ستقاتل لارا بكل ما اتيت من قوة لحماية اسنانها اللامعة والجميلة انطلقت المعركة معركة ستخوضها بكل قوة وحماس علمت انها يجب ان تتصرف باناقة لحماية اسنانها من هجومه الشرسة كانت خطة هجوم لارا هي التفريش واستخدام خيط الاسنان كل صباح وكل ليلة دون تفريط ستستخدم معجون اسنانها لجعل اسنانه صحية ستراقب لارا ما تأكله لم تضع المزيد من الحلويات على طبقها ستقاتل حتى تهزم التسوس لمحاربة الوحش الذي جعل اسنانها غير مستقرة كان التسوس خصما قويا للغاية للتغلب عليه وسرعان ما عاد الى قوة ضرب التسوس بكل قوته وعرف كيف يجعل اسنان لارا تؤلمها بقوة هاجم بالسكر والحلويات شعرت لرا باسنانها تبدأ في الالم كان التسوس قد حطمها بشدة تساءلت عما اذا كانت خطتها كافية لمحاربة الوحش الذي كان شريرا جدا لكن لارا علمت انها لا يمكنها الاستسلام عليها الاستمرار في المقاتلة بكل ما لديها لذلك قامت بتنظيف اسنانها واستخدام خيط الاسنان بكل قوتها لحماية اسنانها وجعلها آمنة وصحية كانت المعركة شديدة ونتيجتها غير اكيدة ولكن لارا رفضت السماح للتسوس بالفوز كانت اسنانها كنزها وستقاتل حتى النهاية للحفاظ عليها صحية وجعل التسوس ينهزم تستعد لارا وهي تحمل فرشات اسنان في يدها وتواجه التسوس هذا الوحش الكبير تفرق اسنانها وتستخدم خيط الاسنان بكل قوتها لجعل اسنانها تلمع ببريق رائع يقاوم التسوس بالسكر والحلويات لكن لارا كانت مستعدة لم تخاف تناولت الاطعمة الصحية وشربت الماء لجعل اسنانها قوية ولكبح قوة التسوس كانت المعركة شديدة لكن لارا كانت قوية حاربت بالمعجون وخيط الاسنان طوال الوقت والتسوس خسر بلكمة قوية وحاسمة فازت لارا بالحرب داخل فمها هزمت التسوس بلا شك اكتسمت بفخر لأسنانها اللؤلؤية وعلمت انها فازت في معركة شرسة لقد هزمت لارا التسوس هذا صحيح لكنها علمت انها يجب ان تحافظ على اسنانها من جديد استخدمت لارا المضمضتك ليوم تلين التسوس كان وحشا مؤذن بالتأكيد كان يحارب بشراسة بكل ما لديه من قوة وسرعان ما وجدت لارا نفسها في مواجهة قوية هاجم التسوس لارا بالحلوة وسرعان ما شعرت بالحرارة بدأت اسنانها تؤلمها وتنخرها والتسوس يضحك بصوت ضجري وشرير علمت انها يجب ان تتحرك بسرعة لوقف التسوس ولكن التسوس كان يحارب بشراسة زارت طبيب الاسنان دون تأخير علمت لارا انها يجب ان تتخذ موقفا وتزور طبيب الاسنان للمساعدة ساعدت صعدت على الكرسي بابتسامة وعلمت ان طبيب الاسنان سيعلي لامر جديرا بالعناق فحص اسنانها واحدا تلو الاخر وقال لارا لقد عملت جيدا ولكن هناك مشكلة صغيرة يجب حلها تسوس في سن يسبب له بعض المتاعب شعرت لارا بالقليل من الخوف والقلق لكن طبيب الاسنان قال لا تخافي سنقوم باصلاحها بالحفر للصغير وسيبقى سناك سليما وصحيال عمل للطبيب بمهارة حرص وشعرت لرى انها في ايدي امينة وعادلة امتلأ للتسوس بحشوت قوية وعلمت لرى انها ليوجد لديها ما تقلق عليه زارت لارا طبيب الاسنان ثلاث مرات غادرت طبيب الاسنان بابتسامة صاقعة وعلمت انها فازت في المعركة ضد التسوس الوحش السيء وعلمت انها لن تكون حزينة ابدا كانت لارا جدة عندما استيقظت يوما ما علمت انها يجب ان تحافظ على اسنانها تسوس يتربص بها في فمها وعلمت لارا انها لا يمكن ان تسمح له بالانتصار غسلت اسنانها واستخدمت خيطا للاسنان بكل جهدها تناولت الطعام الصحي بدون تأخر وتأكدت من الاكتعاد عن المأكولات الحلوة والاطعمة الجاهزة تعلمت انها ستجعل اسنانها سوداء شربت الماء بدلا من الصوداء والعصائر زار طبيب الاسنان كل ستة اشهر وقال لارا اسنانك هي الاكثر صحة وقوة تفعلين بشكل رائع وتحافظين عليها نظيفا ابتسمت لارا بفخر وسعادة وعلمت انها قاتلت من اجل اسنانها بشجاعة ركضت الى امها وقالت بفرح انظري يا امي اسنانية صحية عانقتها امها بالفرح والفخر وعلمت ان لارا قاتلت بشجاعة علمت انها يجب ان تستمر بالعناية بها وان تبقى حذرة ابتسمت واستمتعت كثيرا وعلمت ان انتصارها بدأ شاركت قصتها مع جميع اصدقائها وحفتهم على اتباع الاتجاهات في تمظيف الاسنان واستخدام خيط الاسنان وتناول الطعام للصحي ايضا لذا ارسل اسنانك مثل ما فعلت لارا فرشات الاسنان وخيط الاسنان والحفاظ على نظافتها ولا تدع التسوس ووخوش الفساد يستولون على اسنانك وسيكون الانتصار لك كل يوم اشتركوا في القناة